بسم الله. طيب تعالوا كده نبدأ. آآ النهاردة يكون آآ ان شاء الله يشوف يكون كلمات. حس الفائل احنا اخدنا جرامة اخدنا بعض الحاجات في آآ الحاجات دي. بعد الاتزام. لكن النهاردة ان شاء الله. انا اخد جزء يخص الوكابلير. يونت ون بعنوان ستيين هالثي. ستيين هالثي. يعني البقاء بصحة جيد. خد بالك في فرق بين كلمة هالث و هالثي. كلمة هالث بيكون معناها الصحة. هالث بيكون معناها الصحة. و كلمة هالثي بيكون معناها صحي. طيب. لما بيجي من اللي جمل اخيانا اخيانا بعض فيكو بيطلخبط. يقولك مثلا ايه? يقولك مثلا آآ آآ ذي. بعد كده الصفة. وبعدين روم. يقولك space problems. احيانا بيجي لها جملة زي كده. بيقولك هما بيعانوا من مشاكل ايه? هما بيعانوا من مشاكل ايه? يقولك تختار healthy اللي هي صحي. فانت هتقولي مشاكل صحية. ولا نقول health problems مشاكل تتعلق بالصحة. زي ما قلت لك احنا بنتكلم بلوقتي في الانجلش مش بالعربي. واحنا في الانجلش ساعات بنسعين بالعربي طبعا عشان بنحتاج نوضح لك حاجة مش عارفين نوصلها غير بالعربي. في بعض الحاجات كانت انده اختلاف ثقافة واختلاف لغة اختلاف منشأ وموضوع كبير يعني. في اوقات بنحتاج حاجة من العربي. بس ما يكونش اعتمادك الاساسي على العربي. يعني ما تيجي ترجم جملة زي كده اقولك هما بيعانوا من مشاكل ايه? فتقولي يعانوا مشاكل صحية. وصح يعني healthy. واختار healthy. حل غلط. الحل هو health. طيب. ما لا اعتمد على ايه في كلمة health وhealthy? اعتمد على ان الشيء ده لو شيء مفيد. لو شيء مفيد. يبقى healthy. لو شيء بس متعلق بالصحة. يبقى health. طيب هنا المشاكل مفيدة? لأ. خلاص. يبقى اذا مش تنفع healthy. لان دي مش شيء مفيد. فبساطة هنقولك هنا الحالة يكون ايه? يكون health. بيعانوا من مشاكل صحية. انت ترجمتها صحية. بس انت فاهم ليه اخترت health. وليه استخدمت health. لان الشيء اللي عندك ده problems مشاكل. لأ دي مش مفيدة. لك بتكلمسها عن نظام غذائي صحي. يبقى healthy diet. بتكلم عن اه مشروب صحي. يبقى healthy drink. and so on. يبقى الشيء الصحي. الشيء المفيد اسمه healthy. لكن لو شيء بس متعلق بالصحة. يبقى healthy فقط. دي اول حاجة فيما يخص العنوان. تعال كي نشوف بعض الكلمات بتاعت اليوم. اه لو في بعض الملاحظات بنزودها مع بعض. اول حاجة عندنا هي كلمة act. act بيكون معناها يتصرف او سلوك او تصرف. يبقى معنى كده ان كلمة act. تنفع verb وتنفع noun. تنفع اسم وتنفع فعل. بعد كده action action بيكون معناها القيام بشيء او التصرف برضو او الحدث. يبقى تنفع تصرف طول عليه act او تقول عليه action. بعد كده react react يعني يستجيب او يتصرف بناء على او يرد الفعل. لنظر انت عارف ان في react اللي هي جميلة reaction تحتها. reaction يعني رد فعل. قد عندك action الفعل وreaction هو رد الفعل على الفعل ده. بعد كده allow بمعنى يترك او يدعى او يسمح. خد بالك من كلمة allow لان هي لها طريقتين في الاستخدام. الفرب allow لطريقتين في الاستخدام. allow معناها ايه? يدع يترك يسمح. لما بيكون في مفعول بتجيب بعد المفعول يعني ايه? لو انت عاوز مثلا هو سمح لي بالزهاب الى النادي. هو سمح لي بالزهاب الى النادي. فهتقول هي وبعدين allowed me to go to the club. سمح لي بالزهاب الى النادي. نحظنا ان كلمة allow جه بعدها مفعول. في الحالة دي هستخدم انا من عندي tool infinitive. يسمح لشخص ان يفعل كذا. طيب فرضنا كلمة allow مفيش بعدها مفعول. ينفع او ينفع. بس مش هقدر اقول هي allowed to go. يعني انت هتحزف مفعول. هتحزف to. وهتزود في الحالة دي ing. يبقى ازا لو دعت لك الجملة بطريقة تانية هتقول هي allowed going to the club. سمحة بالزهاب الى النادي. يبقى allow بطريقتين. ينفع يجي بعده مفعول. وبعدها tool infinitive. وينفع يجي بعدها مصدر زاد ing مباشرة لو مفيش object. لو مفيش مفعول. ادي طريق استخدام allow. بالمناسبة في عندك فيب تاني اسمه let. الverb let بيكون معناه يدع او يسمح. بس ده ما بيجيش معه to. بيكون let مفعول مصدر. يعني انت انا ممكن تقول هي let me go without to. من غير كلمة to. والفرق البسط بينهم ان الverb allow بيكون هو الاكثر آآ رسمية. يعني الverb allow بيكون فعل رسمي شوية. يعني بنكلم حد اكبر مننا في المنزلة. بنكلم حد غريب عننا مسلا بقعتين جواب لفرق مهم. فده بنسميه كده اكثر رسمية. فبنستخدم allow معه. لكن الverb latin فيستخدم بقى عادي مع صحابك والشات والحاجات دي كلها عادي فيش مشكلة. فده الفرق البسيط اللي بينهم بس. لكن في الشكل فرق كبير. allow مفعول to مصدر. لكن let مفعول مصدر مباشرة. من غير كلمة to. بعد كده عندك allowance. allowance بيكون معناها السماح او معناها العلاوة. السماح او العلاوة. يعني مسموح لك بشيء او دينك زيادة على المرتب. فده بنسمي ايه? allowance. ركز في كل كلمة عشان هنخلى عليها كان شوية الفيادة الفيادة على بعض الاسئلة. هنخمن كده الاجابة مع بعض لانت لسه ما حفظش الكلمات دي. بس الكلمات دي النهاردة هتحفظها عشان الحصة الجاية ان شاء الله نحلم على بعض عليها. الاسئلة كلها. فاللينا احنا بنقراها دي هتحفظها عشان نسمعها المرة الجاية. آآ عرفنا allowance معناها سماح او العلاوة. وبعد كده عندنا كلمة مهمة جدا 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 اسمها سي بي آر. سي بي آر بيكون معناها الانعاش القلبي الرئوي. اللي هي ممكن نشوف لك اصلها. اصلها كان cardio pulmonary resuscitation. لأ تاني كده. cardio pulmonary resuscitation. لأ تالت مرة. cardio pulmonary resuscitation. اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. وعلى فكرة كلمة سي بي آر. ينفع نستخدم قبلها دو او بير فون. الاتنين صح. يبقى انت ممكن تستخدم قبلها دو وتقول دو سي بي آر. او تستخدم فيب تاني اسمه بير فون. يعني يقوم بالسي بي آر. اللي هو يقوم بالانعاش القلبي الرئوي. والسي بي آر زي انتوا عارفين لي ما يكون شخص معين مثلا. آآ مغمى عليه او شخص معين فقد الوعي في الشارع. فبتلاقي بعض الناس كده آآ لو عنده تدريب في الحاجة دي. تلاقيه بيضغط على صدره كده عشان يقومه يعني. في الحالة دي هو بيعمل له ايه? بيعمل له انعاش قلبي الرئوي. او يستنى لما الاسعاف دي يجي. وده بيكون دهما عندهم التخصص الاكبر يعني. بعد كده عندنا كلمة اسمها. جايد. جايد. يعني يرشد او مرشد. بعد كده جايدنس. جايدنس. ارشاد. بعد كده انفكت. خد بالك ان الفيب انفكت بيكون معناه يصيب بعدوة او يلتهب. والاسم النهات ايه موجود تحت? انفكشن. انفكشن يعني ايه? يعني العدوة او مرض معدي. بعد كده اوبرات. اوبرات يعني يشغل او يجري جراحة. يبقى اخده لك المعنى ده تحسه بعيد شوي عنه. يعني ده يشغل حاجة اه لو كده. التانية بتكون معناه يجري جراحة. فحس المعنى بعد شوي. بس الاتنين صح والاتنين بيستخدموا. اوبراتيشن يا اما تشغيل حاجة. هي اما عملية جراحية. يا اما عملية جراحية. طيب. اه بعد كده قلنا خلاص بيكون معناه يقوم به او يؤدي. بعد كده اداء او عرض. كلمة جديدة. يعني مرونة. زي زي فليكسبلتي. المرونة برضو. بعد كده سيفير. يعني شديد او اد. شيء بيكون قاسي جدا. فمن سميه سيفير. بعد كده تكنيك. يعني اسلوب او تقنية. بعد كده اكتف. اكتف يعني مشيت. امبيلانس. امبيلانس. سيارة الاسعاف. اثليت. اثليت. رياضي او لاعب العاب القوة. شخص اللي بييخوض مباريات او بيخوض مسابقات اولمبية او غيره. بنسميه اثليت. لو هوصفه. فبنسميه اثليتك. حاجة ممكن تستوصف بها شيء. وتقول اثليتك. مثلا كمبيتشن. منافسة. رياضي. احنا ممكن استخدم اثليتك كصفة. لكن اثليت الرياضي نفسه اللي بيمارس هذه الرياض. بعدك عندك اختصار تاني. حاجة اسمها اي اتش سي. اي اتش سي اللي هي اثليتك هارت سانتا. اللي هو المركز الرياضي للقلب. اي اتش سي. اثليتك هارت سانتا. المركز الرياضي للقلب. بعد كده افيلابل. يعني متاح او متوفر. باندج. دماضة. بعد كده بيس. خد بالك من كلمة بيس دي. كلمة بيس بيكون معناها قاعدة او اساس. و ده كاسم. لكن هي تنفع برضو. اه كفعل بمعنى يؤسس. وينفع نزود لها دي. وتكون بيس بس هنا بقى بنختلف في حرف الجاري. ممكن مرة تلاقيها مكتوبة بيس د ان. وممكن مرة تلاقيها بيس د ان. تعال كده عملك مثالين. وانت هتستخلص القاعدة بتاعتنا. لو تلك مثلا ان this office. هذا المكتب. is based in Egypt. ده مثال. مثال تاني اقولك. this film is based on true events. اذا حد يقدر يقولي الروح اللي احنا بنستخدم على اساسها based in و based on بتكون ايه? امتى تقول based on? وامتى based in? ارفع عيدك كده لو عارف. ارفع عيدك لو عارف امتى نقول based on? وامتى نقول based in? قدش عارف امتى نقول based in? وامتى نقول based on حتى من المثالين دول? based on مبني على. ماشي ماشي يا يوسفة. طب بيزد ان? ماشي عارفنا based on مبني على. طب بيزد ان? متواجد في. ام? ازبوط قربت ايه يوسف قربت جدا. فعلا based in بيكون معناها مقره في كزا. موجود في كزا. احسنت يا يوسف فولدن. يبقى ازا عندنا based in معناها مقره في كزا. موجود في كزا. وبيجي بعدها المكان. لكن based on بيكون معناها مبني على فكرة. مبني على فكرة. فولاك الفيلم ده مبني على احداث وقعي. يبقى الفيلم ده قائم على مبني على بيجيب بعدها الحاجة الفكرة دي. لكن in او based in هيكون بعدها المكان اللي الشئ ده او الحاجة دي متواجدة فيه او مقرها فيه. بعد كده عندنا حاجة اسمها bleed. bleed بيكون معناها ينزف. bleed والتصريف الثاني bleed والتالت bleed. بعد كده bone. bone يعني عظمة. بعد كده breathing يعني التنفس. اخد بالك من حاجة عشان كمية breathing دي فيه حاجات شبهة كتير. تعال كده برضو ما نكتبهم ونحاول نقارن بينهم. لو اترك كلمة breathe بالي معناها ايه? ولو اترك كلمة breath معناها ايه? ولو اترك breathing ودي كده موجودة عندك فوق. وفي عندنا واحدة ربعة اسمها breathe. breathe. تفتكر كلمة breathe الاولى. هتقول لي الاولى فيها ايه? اه واضح كده ان ده فعل. breathe الاولى واضح ان هي فعل. بمعنى ايه? بمعنى يتنفس. breathe الاولى فعل. بمعنى يتنفس. طيب. breath التانية بيكون معناها نفس. اسم. يبقى الاولى دي فعل. والتانية اسم. بمعنى النفس. طيب. breathing اللي هي فيها ing. دي بيكون معناها ايه? دي بيكون معناها عملية التنفس نفسها. عملية التنفس نفسها. inhaling عليل. نسيم او هواء عليل. طيب. سؤالك انت. تفتكر كلمة breathe الاخيرة دي يا شباب. هل هي كلمة تعد ولا كلمة لا تعد. تفكر كده شوية. breathe الاخيرة دي. واكتفل شاد. تفتكر هي كلمة تعد ولا لا تعد. يعني ممكن اقول. breathes. وزود اس. لا تعد. لا تعد. لا تعد. لا تعد. اربعة لا تعد. الغريب انه كلوك تدت لا تعد. يعني مش قبلتنا قبل كده خالص ومش تسألنا سؤال ده قبل كده واضح. بما انه كلوك قلت لا تعد. طيب. معلومة ليك. breeze كلمة تعد. نتقول هاوكم. انا اعرف ان الهواء لا يعد. كلمة air فعلا لا تعد. كلمة air اللي هي هواء لا يعد. الغريب ان breeze ينفع تتجمع. وهي كلمة countable. هتدار في اي قموس هيكلم لك breeze كلمة countable كلمة تعد. وينفع تتجمع breezes نسمات. تقول لي اي ده. يعني air هواء لا يعد. وبريز هواء او نسم او نسيم. اه تعد. اش غريبة. الانجلش ده ملوش اهل يسألوا عليه. يعني هي واحدة كده واحدة كده. هو لك هو مشكلته في الايه؟ في دراسته. لازم تتعمق فيه. كل حالة ولها موضوع لوحده. كل كلمة بحوار لوحده. عشان كده موضوع فيه مش سهل. الموضوع مش بيكون قاعدة ويبني عليها الكل. للأسف لا. الموضوع دراسة 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 كبيرة كمان. يبقى معلومة النهاردة الجديدة breeze يا شباب كلمة تعد. ونقدر نجمعها دي. ممكن اقولك a good breeze. يعني نسمة جيدة. a good breeze. نسمة جيدة. يبقى ازا دي كلمة ايه? دي كلمة تعد. تمام. يبقى كلمة breeze دي كلمة ايه يا شباب? كلمة تعد. مش. اه بعد كده. نكمل. في حاجة اسمها center. center بيكون معناها منتصف او الوسط. بعد كده check check يعني يفحص check. بعد كده trust trust يعني الصدر. بعد كده collaboration. collaboration. يعني التعاون. زي هزي كلمة تانية لو حد فكرة كان اسمها ايه? اسمها cooperation. كلمة تانية اسمها cooperation. يعني التعاون. هتلاقي بعض الناس وبعض بتعملها co وبعدين بتاخد بينهم hyphen كده. وبعدين تكمل. وفي بعض الكتب التانية بتشيل الهايف. هو الاداق ان احنا نحط الهايفن بينه. الاداق تنكتب كده. بس لا مانع ان انت تكتبها من غير الشرطة دي. بننصح. بعد كده اه زي ما قلنا competition. competition يكون معناها منافسة او مسابقة. بعد كده first aid kit صندوق الاسعافات الاولية. first aid kit. بعد كده flat مسطح او مستوي. fortunately fortunately يعني الحسن الحظ. على كده اقول لك قريقة تركيب الجملة دي او الكلمة دي جات من مي. بص كده معايا لما اقول لك كلمة fortune. كلمة fortune لوحدها حد يعرف معناها ايه? دميل. fortune يعني حظ او ثروة. صح كده? يبقى لعدي كلمة fortune بيكون معناها يا اما حظ يا اما ثروة. تنفع بالمعنية. طيب بص بقى لما جينا بقى قلنا حظ او ثروة. بص لما جينا نحاولها الصفة. عملنا ايه? زودنا في الاخر اي تي اي. فقلنا fortunate. fortunate. fortunate بيكون معناها ايه? بيكون معناها محظوز. الصفة منها. fortunate بيكون معناها محظوز. دي الصفة. طيب بص بقى لما جينا نحاول هالظرف. عملنا ايه? قلنا fortunately. بيكون معناها ايه? معناها لحسن الحظ. طب بص بقى لما بنحاول ان احنا نجيب العكس بتاعنا. لو عاوز تقول لسوق الحظ. بتعمل ايه? بتجيب في الاول كلمة on. وتقول on. يعني ايه? يعني لسوق الحظ. طب بص اصل الكلمة كان من كلمة fortune في الاول. بعدين fortunate محظوز. بعدين fortunate اللي حسن الحظ. بعدين unfortunately. يعني لسوق الحظ. يبقى ازا سودنا prefix un في الاول. فالموضوع اتبدل. وبقى العكس. وبقى معناها لسوق الحظ. يبقى دي كده المشتقات اللي جيبناها من كلمة fortunate. بالضبط كده un. بعد كده او بالمناسبة كلمة fortunately بتساوي luckily. بتساوي luckily. اللي هي لحسن الحظ برض. بس luckily اسهل يعني. luckily. لحسن الحظ. بعد كده injury. injury يعني يصيب او يؤذي. injury يعني مصاب. injury يعني اصابة. جاب لك ثلاث مشتقات. injury يعني يصيب. injury يعني مصاب. injury يعني اصابة. بعد كده instructions. instructions يعني اوامر او تعليمات. major. major. يعني رئيسي او كبير. ولو عاوزين نزود ITY. يعني لو خلناها majority. majority. major لو خلتها majority. حد يخمن كده المعنى بتاعها هيكون ايه? majority. حد يخمن. اكتف الشات. majority يعني ايه? غالبية تقصد لسة الباق مزبوط. majority معناها ايه? معناها الاغلبية. بالضبط كده. majority معناها ايه شباب? معناها الاغلبية. وكلمة majority. بمعنى الاغلبية. لو انت عاوز تجيب العكس. بيكون minority. يبقى majority الاغلبية. العكس بتاعها اسمه ايه? minority. minority يعني ايه? الاقلية. اللي هو العدد الاقلية. يبقى minority بمعنى الاقلية. فانا عندي كده كلمتين عكس بعض. majority عكسها minority. بعد كده. medical. medical. بمعنى طبي. normal. بمعنى طبيعي او عاقل. خد بالك عشان اوقات. اوقات بيكون عاوزك تفرق بين كلمة normal اللي هي طبيعي. وبين كلمة ordinary اللي هي عادي او طبيعي. هقولك بساطة كلمة normal بيكون معناها ان الشخص ده آآ عادي. طبيعي. عاقل. يعني الشخص ده. مش مجنون. ده معنى كلمة he's normal. يعني هو ايه? عادي. يعني شخص ايه? شخص في العادي منه. شخص طبيعي. مش مجنون. مش ما حاجة غير عاقلة مثلا. لكن كلمة ordinary نقصد بها ان شخص ان شخص عادي يعني مش عنده قوة قوة خارقة. ولكن he's an ordinary man معناها ان ده شخص ايه? شخص صاعد. مش سوبر هيرو يعني. ده النقصد لو انت عزفر بالاتنين. بعد كده pioneer. pioneer يعني رائد. pioneer. بعد كده place. يا اما مكان. يا اما يضع. place. يا اما مكان. يا اما يضع. اخد بالك. في حاجة اسمها take place. في حاجة اسمها take the place of. في حاجة اسمها take place. في حاجة اسمها take place of. اه. امت اوكي بمعنى عادي. لا اوكي دي لو نقصد بها الحاجة دي عادي انت موافع عليها. وقولك اوكي يعني انا موافع. او لك ام اوكي انا كويس انا موافع. انا بخير. فانا كويس انا معاك في الحاجة دي. ده النظر توصد اوكي بالمعنى ده. استمش رسمية دي مع الصحاب. دي بتبع حاجة شي رسمية في الاستخدام. طيب. زي ما قلت لك place لها طريقتين. دي ما تقول take place of. take place. او take the place. ايه المعنى بتاع كل واحدة. لو جيت اقول لك مثلا ان الحفلة. the party takes place at seven pm. دي بيكون معناها هي ما يكون معناها الحفلة. سوف تحدث. تقع. تبدأ. فكل دي بيكون معناها تحدث. ايبا take place يعني happen. يحدث. ايبا take place هنا بتساوي ايه? بتساوي happen. لكن. لو جيت في مثال تاني. قلت لك ان. مثلا. اه. زيزو. well. take. the. place. of. اوباما مثلا. في الزمالك عندنا زيزو اوباما. فلو انت عاوز. او مثلا ان ده. ان زيزو ايه? the place of. اوباما. تفتكر انا هنا اقصد ايه? ايه? take the place of كذا. اولا كان معناها ياه يخلي محله. مش معناها يحدث. يبقى لو فيه ذا في الموضوع. لو لقيت مع كلمة place. فيه كلمة ذا. اعرف ان هو هيخلي محل الشخص ده. يبقى take the place of. يحلي محل. لكن take place من غير ذا. بيكون معناها يحدث. فبص اداد تعريف واحدة غيرت الموضوع. normal عادي. اه. normal ده اللي احنا بنسميهش برضو زيها زي. ايه. الكلمة اللي عندنا دي. اللي هي رح سأيلنها. دي بيكون عادي يعني ايه? يعني مش مجنون. عاقل. دي normal اللي عندك. ايه دي الطبيعي. يعني العادي يعني شخص عاقل. ولا كيز normal. يعني ايه? يعني هو شخص عادي. مش مجنون. لكن ordinary. هولا كيز ordinary. معناها ايه? معناه ان الشخص ده مش عاده قوة خارقة. دي الفكرة او الفرق البسيط اللي بينه. طيب ادي ايه? موضوع place يا شباب. بعد كده اه كلمة press تنفع بمعنى يضغط وتنفع بمعنى الصحافة. press تنفع بمعنى يضغط وتنفع as a noun كاسم بيكون معناها الصحافة. تمام. بعد كده respond يستجيب او يتجاوب. respond يستجيب او يتجاوب. بعد كده responsibility. يعني مسئولية. responsibility. بعد كده rise rose resin. بمعنى يرتفع. rise rose resin. خد بالك. في حاجة اسمها rise اللي عندك دي بمعنى يرتفع او ينهض او الشرق مع الشمس. وفي حاجة تانية اسمها raise. حاجة تانية اسمها raise. يعني ايه كلمة raise? كلمة raise بيكون معناها يربي يجمع او يجمع او يرفع يده مثلا حتى في الزوم عندك بحاجة اسمها raise your hand. raise هتلاك مكتوبة كده. raise your hand. معناها يرفع ايدك. فكلمة raise تنفع بمعنى bring up مع بمعنى يربي. وتنفع بمعنى يجمع. لو حسنا بيجمع فلوس لكمعية خيرية او غيره. فقول عليه raise board. he raises money. وتنفع زي ما قلت لك بمعنى يرفع. زي ما قلت لك يرفع يده. raises his hand مثلا. بعد كده sign بمعنى علامة او لافتة او اشارة. كلمة sign بمعنى علامة او لافتة او اشارة عادة بتبقى بتبقى الحاجة دي اما حاجة ضوئية اما حاجة صوتية. كلمة sign بتكون حاجة مكتوبة. كلمة sign علامة او لافتة بتكون ايه? بتكون حاجة عادة مكتوبة. لكن مع كلمة signal بتكون الشيء ده مسموع او مرئي. يعني مثلا. لو في عندنا فيلم مثلا وفي عصابة. والعصابة دي بتقلب نور للعصابة التانية. مثلا. اللي هم عملو ده بتكون اسمها signal. بتكون اسمها الاشارة اللي بنا. هتقول لي طب ما هي sign معناها اشارة برضو. اقول لك احنا لما يكون الاشارة متشافة. او الاشارة دي يكون في ضوء يعني. او الاشارة دي مسموعة في صوت. يقول لك ان هنا يفضل السماكية signal. حتى لو خدت بالك معجون السنان اسمه signal. ليه? هو الراجل اللي عمل اسم راجل زاكي. مختار اسم يكون حاجة فيها اشارة على اسمها ما تغسل سنانك. سنانك تبقى بيتنور. ما سمى ايه? سمى signal. لكن لو انت شفت لفتة يفتة في الشارع اسمها sign. علامة او اشارة. مكتوبة. ما فيش عليها اضواء. ما فيش عليها اي اصوات ولا اي حاجة من دي. يبقى signal مع الحاجة الايه? مع الحاجة الضوائية او الحاجة اللي بنسمعها. sign علامة او اشارة لحاجة مكتوبة. يفتة. زي ما انتم سميها كده. يفتة مكتوبة كده. اشارة على شيء. فمنسميها sign ببساطة. يبقى ناخد بالنا. هي مش مكتوبة signal. بس دي معلومة هيك انتم. بعد كده details. details يعني التفاصيل. ولو انت عاوز تقول بالتفصيل اسمها in detail. لو عاوز تقول بالتفصيل. ما تقولش in details. ما تجمعهاش. تخليها مفرد. يبقى ازا بالتفصيل اسمها in detail. يعني بالتفصيل. اصلا واحد صاحبك بيحكي لك على كل شيء فهتبتقوله يحكي لي كل حاجة بالتفصيل. هتبتقوله tell me everything in detail. in detail يعني ايه؟ يعني بالتفصيل. بعد كده disease يعني مرض educate يعلم. ناخد بالنا ان كلمة educate بتساوي verb ثاني اسمه teach. بمعنى يعلم. بس اخد بالك ان هما مش زي كلمة learn. احنا قلنا ان educate زيها زي كلمة teach. لكن كلمة learn بيكون معناها يتعلم. طب هو ايه الفرق؟ كطالب انا اقول I learn. انا اتعلم. طيب الشخص اللي بيدرس اللي بيقول الحاجة. يقول I educate him. انا اعلمه. او I teach him. انا اعلمه. يبقى ازا educate و teach. اتنين معناهم يعلم. لكن الفرق التاني اللي هو learn بيكون معناه ايه شباب؟ بيكون معناه يتعلم. للطالب مش للمعلم. بعد كده كلمة else. يا سلام على كلمة else وحلوة كلمة else. ليه؟ كلمة else بتفتح لنا كده المجال لتلات كلمات تانية. else معناها ايضا. وانا عندي to معناها ايضا. وعندي either معناها ايضا. وعندي also معناها ايضا. تقولي ايه ده؟ انا كده عندي اربعة ايضا. اقول لك اه. عندك اربعة. طب ايه الفرق بينهم؟ بص معي. لو جيت تستخدم كلمة to هي وكلمة ايضا. بنستخدمها ازاي؟ لو اتلك ان علي is clever. لو عندي جملة فيها علي شاطر. علي is clever. وبعدين بقول لك عمر is clever. وعمر شاطر. هتحط ليتو في الاخر. صح؟ كانت مزبوط؟ طب لو الكلام كان من فيه؟ وقلت لك علي isn't clever. علي ده مش شاطر. وجيت اقول لك عمر isn't clever. ما تقوليش to. to هنا غلط. ما نعمل ايه؟ هستخدم either. ايضا بس في حالة النفي. يعني كده عندي ايضا في الاسبات اسمها to. عندي ايضا في النفي اسمها ايضا. ادي اتنين ايضا. في بقى واحدة تالتة اسمها also. كيمة also معناها ايضا بتيجي اما قبل الفعل الرئيسي اما بعد verb to be. قبل الفعل الرئيسي او بعد verb to be. يعني لما اجل لك مثلا وهو ايضا مثلا بحكي عن واحد حاجة. وجيت كده في جملة اجل لك وهو يفعل كذا ايضا. وهو ايضا يفعل كذا. فهتقول he also plays وتقول اي حاجة تنس مثلا. وهو ايضا يلعب التنس. فانت كده عملت ايه؟ تجدك تلي كيمة also قبل الفعل الرئيسي. طب تمام. فاردنا عزا قولك هو ايضا سعيد. هو ايضا سعيد. فاقول he. ما تقولش also is. لا. he is also happy. ادي تالت also. بعد كده عرفت to ايضا. فاخرجونه مسبتة. عرفت either ايضا في اخر الجملة المنفية. عرفت also ايضا قبل الفعل الرئيسي او بعد. ودلوقتي عندك else. اللي فوق دي بقى. كلمة else. ما نجي نستخدمها. بنجيبها يا اما بعد تستفهام. يا اما بعد حاجة اسمها indefinite pronoun. تاني. يا ما تيجي بعد حاجة اسمها تستفهام. يا ما تيجي بعد حاجة اسمها indefinite pronoun. طبعا كده نعم المثالين الحتة دي. اللي انا عاوز اقولك آآ ماذا رأيت ايضا. ماذا رأيت ايضا. بقولها ازاي. بقول what else. what else. did you see. صح. نسمعها كتير كده. what else. did you see. ماذا رأيت ايضا. else. بعد what. بعد وين. بعد وين. بعد استفهام. طب تمام. ممكن انت وتي لها استخدام استخدام تاني اللي هو ايه. بعد indefinite pronoun. هي ايه ال indefinite pronouns اصلا. اللي هي everyone. everybody. someone. somebody. no one. nobody. anyone. anybody. everywhere. way. some way. way. no way. anyway. الحاجات دي. عيلة body. عيلة one. الحاجات دي كلها اسمها indefinite pronouns. الدمائر دي بقى ممكن نستخدم بعدها كلمة else. يعني انت عاوز اقول لي مثلا. رأيت شخصا ما اخر. شفت واحد تانية. فتول I. so. someone. else. رأيت شخصا ما اخر. يبقى اذا. او شخصا ما ايضا. فانت كده عندك فيه اربعة ايضا. two. فاخر الجملة المسبتة. ايضا. فاخر الجملة المنفية. also. قبل الفعل الرئيسي. او قبل very to be. او بعد very to be. وعندك else. ايما بعد استفهام. ايما بعد ضمائر غير محددة. اللي هي عيلة one. وعيلة body. وعيلة way. الحاجات دي كلها. وعيلة thing نفس الكلم برده. يعني هما عندك الاربعة بقى. عيلة body. وعيلة one. وعيلة thing. وعيلة way. every by everything. وevery where. حاجات دي كلها. تولي تمام. عرفنا كده العيلة بتاعة else. بمعنى ايضا. او اخر. عرفنا استخدمها ازاي. والحاجات اللي شابها. بعد كده emergency. emergency. عندما يفصل نطخل نفس اللينك يا شباب. emergency. يعني الطوارئ. بعد كده examination. examination. فحص او امتحان. بعد كده executive. executive. يعني تنفيزي. شخص تبينفز الحاجة. بعد كده expert. يعني خبير. واخد بالك ان كيمة experts. تنفع صفة. وتنفع اسم. وينفع مع ثلاث حروف جرب. ينفع مع ان ومع ان ومع ات. التلاتة صفة.